أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الضرية رفايل جروسي الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وذلك رغم ضربات استهدفت الطريق المؤدي إليها وقال جروسي إن فريقه عازم على القيام بالزيارة وتفاقد المحطة نحن نتحرك نحن على دراية بالوضع الحالي كان هناك نشاط عسكري متزايد بما في ذلك هذا الصباح وقد أطلعني القائد العسكري الإقليمي الأوكراني هنا على ذلك والمخاطر الراهنة وفي الوقت نفسه نعتبر أن لدينا الحد الأدنى من الشروط للتحرك ونقبل بأن المخاطر كبيرة جدا ومع ذلك أنا وفريق العمل نعتقد أنه يمكننا المضي قدما في هذا لدينا مهمة مهمة للغاية يجب تحقيقها كما تعلم سنبدأ على الفور في تقييم حالة الأمن والسلامة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وسأنظر في إمكانية إنشاء وجود مستمر للوكالة الدولية للطاقة الزرية في المحطة وهو ما نعتقد أنه لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والحصول على تحديثات منتظمة وموصوقة ومحايدة من المهم جدا أن يعرف العالم ما يحدث في محطة زابوريجيا وصل مفاتشون من الوكالة الدولية للطاقة الزرية إلى محطة زابوريجيا النووية والتي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا وكان وصول الوافد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق اليوم في محيط أكبر محطة النووية في أوروبا والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس الماضي لا تزال روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات منذ أسابيع بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية فالجانب الروسي أعلن أن قواته قادت على مجموعتين للجيش الأوكراني بعد محاولة للهجوم على منشأة زابوريجيا ففي بيان للجيش الروسي أوضح أن كييف تواصل الاستفزاز الذي يهدف إلى تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحداث تهديد بكارثة إنسانية في المحطة النووية وأضافت موسكو في بيانها أن المدفعية الأوكرانية قصفت أحد مباني مجمع معالجة النفايات المشعة الصلبة داخل محطة زابوريجيا مواضحة أن الوضع الإشاعي في المحطة ظل طبيعيا في الوقت الذي يراقب فيه الموظفون المنتظمون الحالة الفنية للمحطة النووية ويضمنون تشغيلها دون انقطاع أما الجانب الأوكراني فقد اتهم موسكو بقصف المدينة التي تحتوي المحطة النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما اتهمت كييف موسكو أيضا بتخزين أسلحة سقيلة في محطة زابوريجيا واستخدامها قاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية وهو الأمر الذي نفته موسكو من جانبها وأكدت أنها لم تنشر فيها سوى قوات لضمان سلامتها الاتهامات المتبادلة دفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثة للتفتيش على محطة زابوريجيا النووية بعد قصف أراضيها مرارا خلال الشهر الماضي مع اتهام بين كل من أوكرانيا وروسيا وإلقاء باللوم على الأخرى في شن هذه الهجمات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال كروسي يرأس شخصيا هذا الفريق المكون من عشرة أفراد على الأقل لتفتيش المحطة النووية لتقييم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق المحطة وتحديد ما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل بشكل فعال وفي محاولة لتهديئة الوضع في المحطة دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعملية التفتيش أعرب وزير الخارجية روسي سيرجيل لابروف عن تطلعه إلى أن تكون زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا موضوعية وقال لابروف في كلمة له إن موسكو ترغب في أن يتواصل العمل في محطة زابوريجيا بشكل آمن وأن لا تكون هناك كارثة نووية مشيرا إلى أن هناك من يريد إفشال مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية يعني يجب مناقشتها ولكن دول البلطيق قد صرحت بأن روسيا لا يجب أن تحصل على نظام رفع التأشيرات قبل أن تحصل عليه أوكرانيا وجورجيا وعلى أي حال لقد استنتجنا العبر على مدى سنوات طويلة وكل مرة عندما تصرف شركائنا بشكل غير صحيح كنا نحاول التحدث إليهم والسنتاج العبار معهم والسير باتجاه تنفيذ الشعارات التي يرفعونها بأنفسهم لكن كل ذلك كان هباء وبالتالي نحن اقتنعنا بعدم قدرة الغرب على الحوار وكذلك الأمريكان لقد قاموا بقطع كل القنوات التي تحدثت عنها وكل منصات التعاون وبالتالي لا يمكننا التعويل عليهم بعد تلك العقوبات التي فرضوها علينا أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن بلادها تعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية وأضافت زخاروفا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زبروجيا نعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية لقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زبروجيا إننا نتعامل مع هذه القضية منذ ثلاثة أشهر بعد أن نصقنا الرحلة في الثالث من يونيو الماضي وتشكيل المهمة ووقتها والمسارات وما إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن روسيا تنتهك التزامتها بقصف ممر بعثة وكالة الطاقة الذرية المتوجهة إلى محطة زبروجيا مشيرة أنه على روسيا الكف فورا عن هذه الاستفزازات الخطيرة والسماح بمرور بعثة وكالة الطاقة الذرية من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تعمل على ضمان وتأمين زيارة خبراء الطاقة الذرية لمحطة زبروجيا النووية رغم محاولات النظام كييف عرقلت الزيارة وأوضحت أن الوضع في منطقة محطة زبروجيا النووية معقد لكنه يبقى تحت سيطرتها الكاملة أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون الجنرال بات رايدور على أهمية ضمان سلامة محطة زبروجيا للطاقة النووية الأوكرانية في الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة خلال الزيارة التي يكون بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة النووية لتحقيق الاستقرار وأمر وقوع أي حوادث نووية ورحب رايدور بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زبروجيا الواقع جنوب أوكرانيا داعيا في الوقت نفسه روسيا لتمكين فريق الوكالة من دخول المحطة والقيام بعملها بدون أي معوقات تذكر اشتركوا في القناة اعلن منصق الامن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وقال كيربي أن واشنطن سبق وقد تعهدت بمبلغ 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية مشيرا أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن مساعدات جديدة وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار تكون مخاصصة لتدريب وإعداد القوات الأوكرانية هذا بالإضافة إلى عقود لشراء مسيرات وأسلحة وعكاد أعلن الرئيس الأوكراني بلودومير زيلينسكي أن بلاده صدرت بالفعل أو صدرت بالفعل أكثر من مليون ونصف مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية وأضف الرئيس الأوكراني أن عمال الزراعة والموانئ والمسؤولين الحكوميين الذين عادوا إلى أوكرانيا هم الضامن الحقيقي للأمن الغذائي في البلدان الأفريقية بفضل مبادرة تصدير الحبوب تحيب أن تحيبو دونباس يكون هناك، في خارجتها في خارجاته تحيبوها